ما زلنا في الداخل حيث ما زال نظام الأسد يعتقل الألافة من السوريين وتحت هذا الهاشتاغ انتشرت العديد من التعليقات وأيضا البوستات كورونا تهدد المعتقلين كتب السوريون على تويتر العشرات من التغريدات مثل ما عم نشوف هون العشرات عفوا وفي معتقلين سابقين أيضا نشروا العديد من الهاشتاغات هناك معتقل سابق يدعى عمر الشغري كان ضيف ببرنامج حرية وله شهادة مؤثرة عن إجرام النظام بالمعتقلين قبل فيروس كورونا وعن سوء الأوضاع الاقتصادية نستعرض إذن سويا بعض البوستات التي رصدناها من تويتر محمود عبد الرزاق عن بيقول تحت طبعا هاشتاغ كورونا تهدد المعتقلين أحرار سوريا وحرائرها المعتقلين في سجون الأسد لم تلتفت لهم أمم متحدة ولا حقوق إنسان وعلى كل صاحب ضمير أن ينصرهم الجملة التي حين أسمعها أشعر أن روحي تتمزق استشهد تحت التعذيب أيضا عبد الغني عم يقول يعيش في سجون الأسد مئات آلاف المعتقلين في ظروف قاهرة ولا يتخيلها الإنسان واليوم نحن أمام كارثة حقيقية تهدد حياة هؤلاء المعتقلين المغيبين منذ أعوام وقد نسيهم العالم سين أو سيرين يمكن عم بتقول ألا تحرك حسرات ودموع الأمهات الضمائر لكي تفرجوا عن أبنها المعتقل هل تضعون كمامات الكورونا على أعينكم كي لا تشاهدوا ما يعانيه أو ما ينتظره المعتقلون من تعذيب ووباء كارثي اسمه فيروس كورونا لا يعرف حواجز ولا حدود محمد كتب الحرية للمعتقل الذي لا نعرفه الحرية للمعتقل الذي اعتقل من أجل حريتنا الحرية للمعتقل الذي اعتقل لأجل ثورة خرجت ضد الظلم وأيضا ريناد كتبت هناك حزن يبكي العالم من أقصاه لأقصاه وهناك ضجر يؤرق مضاجع ملوك الأرض أجمعين بهذا المعنى الواقعي يقبع المعتقلون في سجون النظام يتحول الزمن إلى لا زمن حين تتحول سجون النظام إلى فيروس آخر يقتل ويفتك ويهتك بصمت مريب ما زال النظام يرفض فتح السجون عبداللطيف كتب سكوت العالم عن جرائم النازية أدت لاحقا إلى محارق هولوكوست طالت كل أوروبا وسكوت العالم اليوم عن جرائم بشار الأسد ضد الشعب السوري سيؤدي إلى هولوكوست أكبر سيطال العالم كله فالطوم كتبت أنقذ المعتقلين طبعا تحت هاشتاغ أنقذ المعتقلين من كورونا الأسد نقولها بخوف مطلق إن لم يتحرك العالم لإنقاذ المعتقلين في سجون الأسد حتما سنكون على أعتاب أبشع كارثة بشرية وهي إصابة أكثر من 300 ألف معتقل حينها ستكون المصيبة على عاتق الجميع